بلال نتحدث عن حادثة أمس بيدرون خلال الحصة التدريبية التي خاضها أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي كانت أول حصة تدريبية وتعليمات جمال بالماضي كانت واضحة يجب أن تسير هذه الحصة في سرية تم بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام والكاميرات وأي شيء من هذا القبيل هل لك بلال أن تنورنا أن تضعنا في الصورة عما حدث أمس في تلك الصور التي شاهدناها للصحف الذي كان يصور بيدرون نعم كما قلت زميل إبراهيم الحصة كانت مغلقة أمام رجال حصة اليوم كانت مفتوحة ونقلنا لكم ربع ساعة من الحصة التدريبية بالصوت والصورة لكن حصة الأمس كانت مغلقة وأوامر جمال بالماضي كانت واضحة واضحة جدا ممنوع تقرب رجال الإعلام من الثانوية الكلاسيكية وهو المكان المخصص لإجراء التدريبات كانت كل الصحافة الجزائرية متواجدة هناك وبأعداد كبيرة امتثلنا لقرار الناخب الوطني وبقينا بعيدين حتى عن البواب الرئيسية بحوالي 500 متر قبل مجيء حافلة المنتخب الوطني شاهدنا حافلة الناخب الوطني وتقام الفني حضرت إلى الثانوية الكلاسيكية قبل نصف ساعة حنحضور حافلة المنتخب الوطني لكن بمجرد وصول حافلة المنتخب الوطني شاهدنا الدرون في أجواء المكان ولكن السلطات هنا بمدينة بواكي سارعت وأوقفت الصحفي جمال بالماضي قدم تعليمات صارمة جمال بالماضي تعليماته واضحة جمال بالماضي اليوم هو في مهمة وطنية هو المنتخب الوطني كل أوامره وتعليماته يجب أن يمتثل لها الجميع سواء اللاعبين ونحن كإعلاميين وحتى الأنصار تعليمات لأن اليوم المنتخب الوطني في مهمة وطنية أي أن كانت الجهة التي يعملها الصحفي أليفواري الذي تم القبض عليه من قبل السلطات القربية في ظرف ثواني قال لا تم توقيفه تم سحب الجهاز منه وتم اقتياده حتى إلى مركز الشرطة هناك لكن اليوم أي كانت الجهة التي يعملها هذا الصحفي لا يجب نقل أي صورة ويجب أيضا تنفيذ تعليمات الناخب الوطني بحذافرها لأنه كما قلت اليوم المنتخب الوطني في مهمة وطنية في مهمة تعنينا نحن ككل كجازائريين ككل لا يجب الإخلال بأي شيء ويجب الامتثال اليوم الناخب الوطني سمح لرجال إعلام بالدخول والتصوير لمدة عشرين دقيقة كاملة نقلناها لكم على شروق نيوز مباشرة لكن حصة الأمس كانت مغلقة وكان يجب الامتثال اليوم كل تعليمات جمال بالماضي يجب أن تنفذ لأنه كما قلنا المنتخب الوطني في مهمة كبيرة وهي التتويج بنتاج الإفريقي تم توقيف الصحفي في ظرف ثواني من قبل السلطات لكن يبقى سؤال بطروح لمن يعمل هذا الصحفي ولصالح من حد الآن لا توجد معلومات الصحفي إفواري من هنا من مدينة بواكي كان هنا واثناء قدوم المنتخب الوطني إلى المطار شاهدناه في عدة أماكن لكن ما قام به أمس غير مقبول وغير مسموح به إطلاقا نعم المعلومات وافية وشاملة هذا الصحفي هو إفواري كما يقول موفد قناة الشروق إلى بواكي إفواري يعمل لوسيلة إعلامية لم يتبين اسم هذه الوسيلة ولصالح من يعمل لكن أهم من كل هذا هي تعليمات الناخب الوطني جمال بالماضي بعدم تصوير الحصة التدريبية اليوم ويجب أن تطبق هذه التعليمات سواء لوسائل الإعلام الجزائرية التي يجب عليها أن تمتثل لهذه القرارات وحتى لوسائل الإعلام الأجنبية ولا ندري إن كان الأمر مندبر من خلال جوسس على المنتخب الوطني من فرق في المجموعة ومنتخبات أخرى لكن الأمور تبقى واضحة وهذا المصور منع من التصوير بعد ذلك